انطلقت فعليات مبادرة أنت الحياة بالقرية أو بقرية الزعفرانة لتقديم الخدمات لأهالي القرية شملت المبادرة توعية الكبار والشباب والأطفال والمرأة من خلال ندوات متنوعة بالإضافة إلى عمل قوافل طبية مجنية في العديد من التخصصات قطار مبادرة أنت الحياة وصل إلى قرية الزعفرانة شمال البحر الأحمر لتقديم الخدمات لأهالي القرية في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة مبادرة تستهدف تقديم ندوات توعاوية إرشادية للسيدات في مجال التوعية الأسرية بالإضافة إلى دورات تدريبية لشباب الخريجين على المهارات الوظيفية الفعالية دي تتم خدمات مختلفة من خدمات طبية قافل طبية وندوات توعية وكمان أيضا ورش حرف اليدوية بجانب برضو كانت الاستهداف لفئة العمرية المختلفة سواء من الأم والشباب والأطفال كان فيه ورش للأطفال حرف يدوية بجانب ندوات توعية للأطفال الورشة الأولية كانت عبارة عن مشغولات يدوية بالكيرسال والخرز ممكن ست البيت تشتريها بحاجة بسيطة وتبيعها بمبلغ كويس يساهم في القصة وعملنا ورشة رسمة على الجبس ورسمة على الفخار وعملنا ورشة عداد زينة رمضان دي عملوها الأطفال لنفسهم عملوا زينة نفسهم وفوانيس لنفسهم كذلك إصدار قروط الخدمات المتكاملة لذوي الهمم المبادرة شملت كذلك عمل قوافل طبية مجانية في العديد من التخصصات لأهالي القرية بالإضافة إلى تقديم خدمات المساعدات الإنسانية المباشرة للفئات الأولى بالرعاية قدرنا الحمد لله نجيب الأنشطة المتوفرة عندنا ونشارك الأولاد في تنمية مهاراتهم وقدمنا ورش ثقافية وورش فنية الحمد لله وقدمنا محاضرة تنموية لأولياء الأمور للأمهات بعنوان مهارات التعامل مع ضغوط الحياة مبادرة دي نظمها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي طبعا إحنا مشاركين فيها بامتحانات محو الأمية امتحانات فورية عمل استكتبات عملنا امتحانات قياس مستوى عملنا استكتبات للدارسين اللي هم يتم اليوم استخراج شهادات محو الأمية فعاليات مبادرة أنت الحياة شملت كذلك أنشطة ومسابقات رياضية وترفيهية للشباب كما تتضمن الفعاليات عددا من الفقرات وورش فنية وحفلات فنية وسينما للأطفال يوميا